بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أبناء الطلاب في درس من دروس التربية البدنية للصفة الثانية ابتدائي معينا الأستاذ رعد فايز الأسمري الآن نستكمل مهارة الدرس الماضي وهي التمريرة باليدين تمرير الكرة باليدين من أسفل طبعاً أخذنا جزء والله راح نكمل الآن جزء ثاني قبل ما ندخل أي درس أو أي مهارة نذكركم بمتطلبات النشاط الرياضي وفوائد النشاط الرياضي ثم الإحماء وعمليات الإطالات سواء حركية أو ثابتة متطلبات النشاط الرياضي الراحة الكافية المقصود بها النوم من 9 إلى 11 ساعة خاصة في الليل التغذية المناسبة والصحية المنزلية من الخضروات والفوائد والابتعاد عن الأكلات التي فيها دهون كثير تهيئت المكان المناسب لأداء أي نشاط رياضي بعيداً عن الأدوات خاصة أن يكون درجة برودته مأتدلة ارتداء الملابس الرياضية المناسبة وفي الأخير شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين لتعويض الجسم بالسوائل التي فقدها خلال التعرق أثناء النشاط الرياضي كذا أخذنا أعمل متطلبات النشاط الرياضي الآن فوائد النشاط الرياضي تحسين اللياقة القلبية التنفسية واللياقة العضلية اثنين تعديل الصحة المزاجية كنت مضايق حزين لما تمارس الرياضة على طول المزاج عندك يتغير يكون أفضل المحافظة على الوزن الصحي والمناسب الوقاية من الأمراض كالسمنة والسكري وأخيراً القدرة على ممارسة جميع الأنشطة بشكل عام والرياضية بشكل خاص اللي هي الرياضات جميع الرياضة أنت في بالك تبغاها تتصورها شفتها في التلفزيون وودك تجربها تقدر تجربها أو تقدر تلعبها إذا أنت تمارس النشاطات الرياضية طيب الآن نشوف عمليات الإحماء نحاول نركز مع بعض دائماً الجميع يقوم يبعد عن الشاشة يكون مستعد دائماً أول تمرين معنا اليوم الجري في المكان لمدة ثلاثين ثانية بهذا الشكل يا شباب دائماً نظر الأمام الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث ثلاث أربع خمس ست طبعاً ما تحريك اليدين سبع ثمن تسع عشر واحد يا سلام ثلاث أربع خمس ست 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 يا أبطال سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر أحسنت يا شباب دائماً الصعوبة في أول تمرين أو في البدايات بعدين حبة حبة تدخل في جو التمرين تصير ما أودك توقف عن أداء النشاط الرياضي نشاهد التمرين بسيط جميل كالعادة يدينك على الوسط والقفز في المكان لمدة ثلاثين تكرار الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس يا سلام ست سبع ثمن تسع عشر حاول تطلع فوق شوي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع بعد فوق واحد اثنين يلا يا بطال ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر يا شباب ممتازين دائما مشي في المكان نفس تنفس شحيق زفير ممتازين يا شباب الآن نستكمل تمرين دائما تمرين محبب لدي بهذا الشكل الارتكاز على القدم ومرجحة للأمام وللخلف تمريني بغاية تركيز أهم شيء يحاول أني ما يختل توازني أو ألمس الأرض القدم المتحركة دائما ما تلمس الأرض الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث ما تحرك الذراعين أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ممتازين يا شباب اللي شووا باليمين يشويها بالإسار والعكس صحيح اللي بدأ بالإسار يبدأ يكمل تمرينه باليمين الآن أنا أكمل بالقدم اليسرى بهذا الشكل الجميع يستعد ابتدي أمام خلف اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع ممتازين خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ممتازين يا شباب ممتازين آخر تمرين معنا في عمليات الإحماء قبل ما نشوف التمرين عملية شحيق زفير الآن الجري في المكان مع رفع القدمين للخارج بهذا الشكل حاول تلمس قدمينك الشكل الخارجي بهذا الشكل مرة يمين مرة يسار الجميع يستعد تمريني بغالة شوية شدة حيل يلا يا شباب ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ممتازين واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست يدين ممدودة شباب زي من تشاهدين سبع ثمان تسع آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ممتازين يا شباب الآن خلصنا من عمليات الإحماء نبدأ ندخل في أمليات الإطالة العضلية قبل ما نبدأ دائما تنفس سحب من الأنف دفع من الفم مشاهد أول تمرين قدمين مفتوحة بهذا الشكل دائما باستقامة عدم ثني الركبتين و مرجحة اليدين بهذا الشكل شكل مروحة الجميع يستعد بتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس خمس يا سلام ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب الألم اللي يجيك في العضلة خلفية في عضلة السمانة هذا دليل أنك قاعد تسوي التمرين بالشكل الصحيح تمرين الثاني دائما دينك ممدودة والميل يمين ويسار مع ميل الجذع مرة يمين مرة يسار ليس فقط اليدين الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست يا سلام سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس يمين يسار ست سبع ثمن تسع عشر ريح آخر تمرين رح نأخذ اليوم دائما بهذا الشكل واحد اثنين ثلاث أربع دائما نحاول مع كل ميلة تطالع يمين وتحس بعضلات الكتف مع الظهر فيها اندفاع للخلف يلا يا شباب آخر تمرين معنا دائما في آخر التمرين يقل التركيز ولكن نبدأ مع بعض ونوقف مع بعض كذا يكون فريق واحد ونقوى مع بعض يلا يا شباب بسم الله تمرين نستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين قدمين ثابتة ثلاث أربع خمس ست سبع ممتازين ثمن تسع عشر آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر كذا يا شباب نهينا عمليات الإحماء عمليات الإطالات نستكمل ما تبقى من مهارة تمرير الكرة باليدين من الأسفل طيب ذكرنا بعض النقاط نسترجعها السريع عشان ترسخ عندنا في المخ بعدين لما تطبق المهارة على طول الأداء يكون مكتمل بالنسبة لك طبعا كما نشاهد في هذا النماذج نسخة من نقاط المهارة في البداية أو في النهاية الآن في البداية من هنا ثم سحب الكرة للخلف مرجحتها للخلف للأمام بعدين التمريرة دائما للأمام مع مساعدة اليدين أداء المهارة من الوقوف فتحا نشاهد القدمين مفتوحة ثاني الجذع أماما للأسفل الذراعان ممدودتان دائما للأسفل ما فيها ثني مسك الكرة من أسفل الحوض يا شباب المهارة اسمها تمرير الكرة من أسفل نركز على هذا النقطة وصف أداء المهارة تحريك اليدين والراحتين ممسكتين بالكرة للخلف تمهيدا لتمريرها هذا الشكل للخلف عشان النقطة الثانية نبدأ نكمل نقاط المهارة النقطة الثانية تحريك اليدين والراحتين ممسكتين بالكرة للأمام بقوة بسرعة بدأنا أول نقطة للخلف الآن للأمام ثم متابعة حركة اليدين للكرة للأمام بعد تركها بعد التمرير لازم تتابع بيدينك عشان تبعد المسافة اللي تبغاها والدقة تكون عالية في عملية التمرير طيب الآن نشاهد الأخطاء الشائعة اللي تواجهنا في عملية أو مهارة تمرير الكرة بالشكل الصحيح من الأسفل أولا عدم ثني الجذع طبعا المهارة تحتاج ثني جذع لأمام عدم الثني ما يصلح بهذا الشكل كذا يكون فيه خطأ في المهارة دحرجة الكرة على الأرض حينما نحن محتاجين دحرجة على الأرض تمرير فوق سطح الأرض عدم الدقة في التمرير طبعا الهدف من أداء المهارة نضبط الأداء ولكن لازم ندقق في دقة المهارة وفي بعد مسافة التمريره في ما تطور المهارة يا شباب وفي الأخير ثني الركبتين طبعا مهارة التمرير الكرة من الأسفل ما يحتاج لها ثني للركبة فكذا يكون عندك خطأ من أخطاء مهارة التمرير الصحيح نشوف النموذج بهذا الشكل يا شباب فتح في القدمين اليدين ممدودة مرجحة اليدين للخلف ثم للأمام راح أطبقها معاكم نشاهدها يا شباب فتح القدمين ثني الجذع للأمام للخلف ثم تمرير للجدار أو للزميل والهدف منك تضبط الدقة وايش تكررها مرة مرتين وثلاثة عشان تكون بالنسبة لك سهلة آخر مرة راح أطبق التمرين نركز مع بعض القدمين مفتوحة بهذا الشكل يدين مفتوحة ممدودة مرجحة للخلف مرجحة للخلف والتمرير للأمام مهارة ممتعة جدا جدا نركز في الختام على أسئلة اللي تخلينا نشوف بعض الأخطاء ونشوف المركز واللي مو مركز طبعا يتم أداء المهارة من وضع الوقوف فتحا ممتاز مع ثني الجذع أماما للأعلى نقصد في البداية مع فتحا مع ثني الجذع أماما وأعلى أماما للأعلى يعني بهذا الشكل فهل هذه نقطة من البداية ذكرنا أن ثني الجذع أماما للأسفل بهذا الشكل وليس للأعلى بهذا الشكل كذا تكون الجواب بالطبع خاطئ لازم نركز في السؤال لأن نهاية ممكن أن جميعا أو إلى آخر صح ولكن في النهاية تكون فكرة أو كلمة خاطئة طيب اليدان مسوكتان بالكرة على مستوى الحوض قلنا يا شباب بهذا الشكل طبعا هذا هو مستوى الحوض فداء المهارة بهذا الشكل يعني أسفل الحوض هذا الحوض أسفل بهذا الشكل فالإجابة برضو خاطئة لازم نركز على الأسئلة لأنها ايش توعينا وتفهمنا واتثبت عندنا المعلومات في أداء مهارة التمرير بالكرة من الأسفل بكذا يا شباب أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس في الختام أذكركم بمتطلبات النشاط الرياضي الراحة والنوم المبكر تهيئة المكان المناسب ارتداء الملابس الرياضية المناسبة التغذية الجيدة والصحية خاصة المنزلية شرب الماء قبل وبعد أثناء النشاط الرياضي أتمنى أنكم استفدتم المهارة مهارة جميلة جدا وسهلة أتمنى أنكم تمارسونا في البيت مع أهلك مع أخوانك مع أصحابك دائما نحاول نمارس المهارة ونعيدها أكثر من مرة ولا ننسى تمارين الأحماء وتمارين الإطالات ونركز على فوائد النشاط الرياضي وأهميته ليعطيك دافع لممارسة النشاط الرياضي بشكل عام والمهارات بشكل خاص بكذا يا شباب نشوفكم في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا